السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الدرس التاني من دروس تعلم برمجة الجافا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن شوهات حاجات كده خاصة بالبدايات في في البرمجة باستخدام الجافا لغة على سبيل المثال اول حاجة هنتكلم عنها وهي تعتبر من الحاجات المهمة جدا ليك وانت بتتعلم الجافا او حتى وانت شغال في مشاريع برا الحاجة دي هي اسمها الكومنت او التعليقات ايه فايدة التعليقات التعليقات اولا زي ما انا قلت ان هي بتذكرك او بتفكرك بكل حاجة انت عملتها في برمجة البرنامج كمان بتساعد الناس اللي بيشتغلوا معاك على نفس المشروع في انهم يفهموا الكود وكمان الكمبيلر او المترجم بيتجاهلها يعني كانه ما شافهاش دي حاجة لك انت بس علشان تتعرف على البرنامج ده كاتب ايه هنا وايه الفايدة من المسو دي وايه الفايدة من القلاص ده وهكذا في نوعين من التعليقات اول نوع وهو انك لو بتكتب تعليق على سطر واحد فانت محتاج لحاجة اسمها to slash اللي هي بتكون بالشكل ده ده تعليق او comment انا بكتبه علشان افهم البرنامج بتاعي في ايه على سبيل المثال لو انا جيت برضو وكتبت هنا مثلا end of method او خلينا اقول ان هي end of main method يبقى بالتالي وانا شغال في البرنامج هعرف ان ده القوز ده لو انا طبعا عندي مجموعة من الاقواص كتير يبقى انا هعرف ان القوز ده هو نهاية المين method وبرضو لو انا عندي اكتر من method فبالتالي وانا مسلا عايز ابني class تاني في نفس الملف ده او في نفس في نفس المنطقة دي فانا ممكن اضيف برضو single comment وقوله والله end of class me على سبيل المسال يبقى انا بالتالي عرفت ان ده نهاية ال class بتاعي وده نهاية المسود بتاعتي كمان ممكن اكتب ليه تعريف للخطوات اللي انا هنشيها مثلا هقوله مثلا print on screen مثلا your name فبالتالي انا كده عرفت نفسي ان الخطوة اللي جاية هتكون مثلا so you t هتكون مثلا ان انا هطلع هطلع اسمي على الشاشة فبالتالي لو انا كتبت عام يبقى انا كده وجب بعدها وعملت ساطر تاني مثلا او comment تاني وقولت مثلا print احمد on screen تمام وبرضو so you t so you t بالمناسبة هو اختصار لsystem.out.println ده برضو من احد الحاجات اللي بيوفرها للانتليج اي ديه الاختصارات so you t هي system.out.println وبالتالي بكتب اللي انا عايزه احمد مثلا يبقى ديه فايدة التعليقات اللي هي بتكون على سطر واحد او فايدة التعليقات عمتا ان هي بتعرفني يبقى انا لما هاجي هفتح البرنامج ده فيما بعد هقول اه ده فيه print on screen your name تمام وادي عمر اه كمان هنا ممكن ان انا اضيف على سبيل المثال ان دي this is main function تمام يبقى انا بعرف الحاجات دي طب الكمبيلر وانا بعمل run الكمبيلر بيتجهل السطر ده لان انا قلت له ان ده كده تعليق تمام يبقى ده النوع الاولان النوع التاني وهو التعليقات اللي هي على اكتر من سطر ممكن ان انا احتاج ان انا مثلا اكتب شوية ملاحظات كده ان ان المن دي او الفانكشن دي محتاجة شوية حاجات فبالتالي انا بستخدم مثلا اللي هو اللي سلاش وبعد كده ستار و بنهي بسطار و سلاش تمام كده يبقى ده لو انا عندي اكتر من سطر ممكن اضيفهم على سبيل المثال عايز اوضح بقى ايه هقول مثلا create مثل مثلا to مثلا return name على سبيل المثال ده كده مجموعة من التعليقات على اكتر من سطر يبقى دي التعليقات على اكتر من سطر كمان في حاجة مهمة جدا بالنسبة للتعليقات على اكتر من سطر و دي هندرسها قدام اللي هي اللي هو التوصيق بتاع البرنامج بتاعي ببدأ بسلاش وبعد كده ستار وبعد كده ستار دبل ستار وبعد كده بضغط انتر وبنهي برضو بي ستار و سلاش في كل سطر بيحط لي ستار دي فايدتها ايه دي فايدتها ان هي بتعمل لي document او ملف للمشروع اللي انا فيه الملف ده بيكون شامل الحاجات اللي انا بعرفها بقى جوه طبعا الحاجات دي هنتعرفها قدام ازاي اعمل ملف توصيق للمشروع بتاعي بحيث زي اللي هو الريد مي او الملفات اللي هي التيكست دي اللي بيكون في اي برنامج طبعا نفس هي هي نفس اللي هي الملتيلين للم条 chance اللي هي دي وباكتب بردو هنا اللي انا عايزه مسلا create position tonnes create اكلاس مسلا اية حاجة بقى مثلا define to defineGIه مثلا برس تمام يبقى ده كتوصيق للمشروع بتاعي ده ملتلاين عادي جدا مفوش اي مشاكل الكمبيلر بيتغض عنه وده السنجل لاين وبكده نكون خلصنا من التعليقات بالتالي بعد كده هنبدأ نخش بقى في تعمق شوية وهنتعرف على اول حاجة وهي انواع البيانات ايه هي البرنامج بتاعي ما بيقتصرش ان انا اطلع على الشاشة system.out.println ما بيقتصرش على ان انا اطلع على الشاشة او الخرج بتاعي يكون الحاجات اللي انا بحطها على شاشة الكونسل لا محتاج ان البرنامج يكون متفاعل معايا يقوم ببعض العمليات الحسابية دلوقتي هنتكلم عن data types او انواع البيانات data types ايه هي انواع البيانات البيانات بتتقسم لنوعين اول نوع هو primitive data type primitive data type اللي هي الانواع الاولية او الانواع البدائية طبعا هناخد هما بالزبط 8 انواع اول نوع وهو البيت تاني نوع وهو التالت نوع وهو الانت رابع نوع اللونج خامس نوع الفلوت بعد كده الدابل وبعد كده الاتشار او الكار واخيرا البوليان دي تعتبر انواع البيانات او البرنامج data type طيب بيستخدموا في ايه الانواع دي بيستخدموا ان هما يعرفوا لي متغير بيتخزن فيه قيمة من النوع اللي انا شاورت عليه ده سواء بيت او شورت او انت او لونج او فلوت او دابل او كار او بوليان البيت والشورت والانت واللونج دول انواع بيتم تخزين فيهم او بيتم تعرفهم للارقام الانتجر الارقام الصحيحة سواء كانت positive او negative سواء كانت موجبة او سالبة اما الفلوت والدابل فهي للارقام العشرية اي رقم في علامة عشرية او بيتم تعيين له الرموز او الاحرف سواء او اما فده بياخد حاجة واحدة بس الحاجة الواحدة دي صح او غلط وده بيتم اكتر في عملية التست لو انا عايز اعمل تست على حاجة معينة اقول مثلا هل الباب ده مفتوح فانا بختار بيساوي true او false. طبعا كل ده هنتعرف عليه دلوقتي بس انا يهمني ان انت تعرف التمن انواع دول ايه اللي بيفرق нواع عن بعضها يعني حضرتك قلت دلوقتي ان ده الارقام صحية الانتجر وده الارقام الانتجر وده الارقام الانتجر وده الارقام الانتجر وده الارقام الانتجر ايه اللي بيفرق او هستخدم انا عنه نوع على حسب الرقم بتاعك. يعني لو الرقم بتاعك من سالب مية تمانية وعشرين لمجب مية سبعة وعشرين. فبالتالي هتستخدم النوع بايت. ليه بايت? لان الحجم بتاعه او بياخد مساحة دقيه من الممري بياخد مساحة حوالي تمانية بيت. الشورت بياخد مساحة ستاشر بيت. وما يعادل الرقم بتاعها هو سالب اتنين قص خمستاشر الى اتنين قص خمستاشر نقص واحد. الانت بيعادل اتنين وتلاتين بيت. اللونج بيعادل اربعة وستين او بيشغل اربعة وستين بيت في الممري. بس في الاغلب وانت شغال دايما هتلاقي نفسك بترايح نفسك وتاخد الانت على طول لاي حاجة. حتى لو كان رقم بسيط اللي هو عشرة فانت هتاخد الانت على طول. بس لو انت بتشتغل في البرامج كبيرة فبالتالي انت محتاج ان انت توفر على الاقل حاجات من الرامات. وما تشغلش وما تخليش البرنامج بتاعك يشغل مساحة كبيرة. فبالتالي انت محتاج ان انت تسرع من عمليات البرنامج بتاعك فبالتالي انت بتحدد نوع البيانات على حسب المساحة برضو على حسب نوع المتغير او نوع القمة اللي انت هتحدته. بعد ما عرفت البرامج ايه النوع التاني في ال Democrats? النوع التاني وهو الرفرنس data type. من الاسم كده يعني معنى كده انه هو عائد على حاجة او له مرجع من حاجة تانية او مشتق او معمول نسخة من حاجة تانية. زي بالزبط الكلاس اللي انا فيه ده. الكلاس اللي انا فيه ده لو انا حبيت اخد منه فانا بالتالي بكتب المين مسلا على سبيل المثال او خليه اه حاجة مختلفة نيو مين بيساوي نيو على سبيل المثال مين. فاصبح ان انا انشأت متغير جديد بس بسميه هنا في الحالة دي او النوع بتاعه ايه? النوع بتاعه هو الكلاس مين? ده طبعا هناخده في او لما نخش بتعمق اكتر في الابجيكت اوريانتد برو جرامنج وهنعرف ازاي بينشأ كلاس وازاي باخد منه الابجيكت وما خلافة. بس اللي ههمني دلوقتي ان انت تعرف الرفرنس داتا طايب انه هو نوع من احد انواع الدياتا طايب طبعا بالاضافة للاريز والسترينجس والحاجات دي كلها. انواع الدياتا طايب دي بتعرف الكمبيوتر او الكمبيلر هيحدز للقيمة اللي جاية قد ايه من الممر. وكده لازم متغير علشان تتسمى المنطقة دي باسمك. زي كاني بس نتقيمة لسين وساط. يبقى انا بعد كده دوجيت وعرفت متغير او حديثنا هيكون عن المتغير. بعرف المتغير ده هو عبارة عن كونتينر او بوكس. بيكون جواه القيمة بتاعتي. اللي في اي وقت لو نداتله. بجيب القيمة اللي انا عاوزها. واللي متخزنة فيه. طبعا انشئ المتغير محتاج حاجتين. اول حاجة هي اسم المتغير. تاني حاجة محتاج نوع البيانات. بتاع المتغير بتاعي. طبعا الدياتا طايب احنا اتكلمنا عنها. وكلمنا عن انواحها. فبالتالي name of variable. طبعا في قواعد بتحكمني علشان اسمي المتغير بتاعي ده ايه? القواعد دي هنتعرف عليها قدام. بس يفضل ان اسم المتغير ده بيكتب بالمدلول بتاعه. زي مثلا على سبيل المثال كلمة زي mark. الدرجة. او score. او نمبر واحد مسا او نمبر عمتا. او ال name. او ال age. يبقى كل دي متغيرات. انا بحتاجها علشان او اسماء متغيرات. انا بحتاجها علشان اخزم فيها القيمة بتاعتها. وبتكون الاسم بتاعها بالمدلول اللي هي بتشغل عليها. طبعا علشان اعرف متغير. علشان اعرف متغير السنتاجس بتاع تعريف المتغير في الجافا. هي ال data type. بعد كده ال variable name. ال data type اللي اتكلمنا عنها وهم 8 انواع دول. لو كانوا primitive. وبعد كده اسم المتغير. ال variable name. طيب على سبيل المثال هنشتغل على التمانية دول وندي الامثلة بتاعتهم. وبعد كده هقفل بسيمي كولوم بعد اسم المتغير. على سبيل المثال البيت نمبر واحد مثلا. وبعد كده. الشورت هيكون مثلا نمبر اتنين. والانت هتكون نمبر تلاتة. واللونج نمبر اربعة. الفلوت هيكون على سبيل المثال نمبر خمسة. والدابل هيبقى نمبر ستة. الكار او الاتشارب هيكون على سبيل المثال الفيرست كاراكتر. والبوليان هسميه از اوبن مسلا. يبقى انا كده انشأت متغيرات بكل متغير. هيحمل قيمة من نفس نوع اللي قبله. وزي ما انت شايف ان انا لو انا عندي اسمه مركب. بكتبه بالشكل ده. او عندي شكل تاني. ممكن ان انا اكتبه به. فيرست. ويكون السي بتاع كاراكتر تكون كابيتل. ودي طبعا زي ما انا قلت. دي قواعد تسميها. هنتعرف عليها بعدين. كمان ممكن ان اعرف مجموعة من المتغيرات. في سطر واحد. بس يكونوا من نفس نوع الداتا طيب بتاعي. على سبيل المثال عايز اعرف مجموعة من المتغيرات نوحها انت. فبالتالي باجي هنا بعد نمبر ثلاثة. وفاصلة. وبعد كده اعرف نمبر سبعة مثلا. والسكور. والمارك. فاصبح ان كل دول هم عبارة عن متغيرات. من النوع انت. يعني بدل ما كنت اعرف انت نمبر في خطوة الوحدة. وبعد كده اقول انت نمبر سبعة. وبعد كده اقول انت سكور. وبعد كده انت مارك. لا ممكن اعرفهم كلهم في سطر واحد. بس يفصل عنهم بس الفصل. علشان اعين قيمة للمتغير بتاعي. بستخدم حاجة اسمها الاسيمنت. وده بتتم عن طريق الاسيمنت او بريد. على سبيل المثال انا عايز اعرف او ادي قيمة للمتغير بتاعي اللي هو نمبر واحد ده. وليكن مثلا عشرين. فبالتالي بكتب اسمه نمبر واحد. بيساوي اللي هو الاسيمنت او بريدور. بعد كده بكتب عشرين وبنهي بسيميكولر. اي سطر او اي خطوة بتنكتب في البرنامج بتاعي. لازم تنتهي بسيميكولر. تمام? كمان عايز اعمل اسمه لنمبر اتنين. فبكتب نمبر اتنين. بيساوي. وليكن مثلا. على سبيل المثال. وهكذا. نمبر تلاتة. ونمبر سبعة. والسكور والمارد. اي قيمة للمتغير انا بحطها. الفلوت لو جيت مسلا وكتبت نمبر فايف. اللي هو نوع فلوت. انا عارف ان نمبر فايف فلوت. فبالتالي بياخد رقم قيمة عشرية. يبقى مسلا على سبيل المثال لو انا قلت واحد بوينت تمانية سبعة. لازم انهي الرقم بتاعي ده بحرف الف. وده علشان اميز ما بينه وما بين الدابل. طبعا الفلوت بياخد اتنين وثلاثين بيت. كم ساحة من الممري. الدابل بياخد اربعة وستين بيت. تمام? يبقى. بعد كده لو انا اجيب نمبر ستة مسلا اللي هو دابل. فبالتالي اقدر اضيف. ايان كان وانهي وانهي بسيمي كل. طيب. بعد كده الفرست كاراكتر. ازاي اسند قيمة. ليه الكار او الاتشار عن طريق السنجل كود. وما بين السنجل كود بحط الرمز بتاعي او الحرف بتاعي اللي انا عايز اسنده للقيمة الفرست كاراكتر. فانا مسلا هكتب ايه? وبالتالي انهي بسيمي كلب. اكتب اي سمول ما عنديش اي مشاكل. اكتب دابليو. اي حاجة انا عايز اسندها للفرست كاراكتر. از اوبن. از اوبن هنا. الداتا تايب بتاعه بوليان. فبالتالي بياخد حاجة من اثنين. يا true يا false. طب تعال نجرب مسلا نديله رقم. بمجرد ما بكتب رقم مسلا وبنهي بسيمي كلون. لقيت فيه error في البرنامج. يبقى معنى كده ان ده نوع بوليان. فبالتالي ياخد يا true يا false. يا true يا false. طبعا ممكن اعين القيمة دي. وانا بنشي المتغير بتاعي. على سبيل المثال. هلغي مسلا كل القيم دي. واجه هنا عند نمبر واحد. وهعمل اسايم منت مباشر. واتبع شرين. يبقى انا كده برضو انشأت متغير. وهسندت له القيمة بتاعته مباشر. يبقى انا عندي ادي الطريقة ادي طريقة. والطريقة التانية ان انا اعرف المتغير واسند له القيمة بعد كده. هنفترض مسلا ان المتغير بتاعي. نوع من انواع السوابت اللي هو الحاجة السابتة اللي ما بتضغيرش. زي الباي كده في الرياضة. ده هي تلاتة واربعتاشر من مينة. عايز اعمل ده بشكل برمجي او بكود برمجي. ايه اللي بيحصل? كل الحكاية ان انا باجي مسلا على الحاجة اللي انا عايزة اسبتها. وبضغط قبل مسلا كلمة دابل ده. كلمة اسمها final. كده انا سبت القيمة نمبر ستة بمجرد ما بعينها او ما بعين القيمة بتاعتها. بالتالي بيكون فكسد. القيمة دي فكسد يعني مش هتتغير. وعلشان كده او انا دايما بكتب او بعرف متغير فكسد او final او القيمة بتاعته سابتة. علشان اميزه وانا بستدعيف في خلال البرنامج دايما بكتب الحروف بتاعته كلها بيكون كابيتل. على سبيل المثال مثلا. هناخد المثال اللي هو عدد الساعات مثلا في في اليوم. اللي هو مثلا هاورز. ده سابت معي. السابت ده بيكون equal 24. بمجرد ما عينت القيمة 24 لهاورز. فبالتالي خلاص كده. ما ينفعش ان انا اغير على القيمة دي او اعدل فيها. تعال انجرب كده. ونشوف ايه اللي هيحصل لو انا حبيت اغير. لو اتكيت هاورز. علشان اغير القيمة. ومسلا خلتها 30. فبالتالي البرنامج بتاعها هيقول لي ده غلط. انت ده final. final variable ما ينفعش ان هو يضغير. تمام? ايه هي بقى انواع المتغيرات? انواع المتغيرات لو كانت في دلة. لو كانت في دلة على سبيل المثال زي دلة المين اللي انا فيها دي. فكده المتغير اللي انا بقول عليه هو local variable. يعني ايه local variable? يعني نطاق عمل المتغير ده هو جوه الحدود بتاعته بس. من هنا لهنا. يعني نمبر واحد ما ينفعش اخرج برا المين واستدعيه. تعال نجرب مسلا ونخرج برا المين ونستدعيه. نمبر واحد. مش معرفه لي. قال لي انا مش معرف النمبر ده. فبالتالي انا ما ينفعش استدعي نمبر واحد الا من خلال المثل اللي هو فيها بس. وده. ده local variable. ده local variable. يعني النطاق عامله او اللايف تايم بتاعه الدلة المعرف بيها. في نوع تاني من الفاريابولز. وهو الانستنس. او اللي بقول عليه الاتريبيوتز بتاع القلاس بتاعي. انا بعرفه. برا الدول كلها. النوع ده هنتعرف عليه اكتر واكتر. فيه الدروس لما هنخش في الوبجيكت اوريانتد. لان النوع ده بيكون يعني بياخد صفات معينة كده. زي الprivate وي ما خلافه. بس ينفع ان انا اعرف المتغير بتاعي عادي جدا برا. بس زي ما قلت لك انه هو بيبقى له معاملة خاصة شوية. انتو نمبر عادي جدا بتتعرف عادي جدا. واستدعيها في اي مثل. وفيه نوع تاني اسمه الاستاتيك وده كل اللي انا بعمله ان انا بضيف بس كلمة استاتيك. قبل تعريف المتغير بتاعي. ما تلقش من التعريف بتاع المتغيرات برا المين بتاعتك. اركز دلوقتي بس في التعريفات المتغيرات جوة المين لان هو ده هيبقى شغلنا الفترة دي لحد ما نخش في القلاس. وبعد كده هنتكلم عن الانستانس والستاتيك وانعرف يعني ايه كلمة المتستاتيك اساسا اللي في دلت المين. وهنا اعرف يعني ايه بابلك حاجات دي كلها. هنتعرف عليها قدام. طيب بما اني عرفت المتغير واسندت له مسلا قيمة وليكن عشرين. هل ينفع ان انا عدل على القيمة دي. قال لي اوه ينفع. ومجرد ما بكتب نمبر واحد. وبالتالي باسند له مسلا قيمة زي التلاتين. ينفع عدل عليها عادي ما فيش اي مشاكل. بالتالي هو هنا الكمبيلر ما هيجي. هيعمل لي متغير او هيحجز لي مساحة في الزاكرة من النوع بيت اللي هي التمانية بيت. هيسميها نمبر واحد. قيمتها هتتخزن جواها قيمة عشرين. لما هيوصل للسطر ده هتغير قيمة العشرين وهايخليه قيمة ثلاثين. كمان ينفع برضه ان انا اطبع قيم المتغيرات دي. في دلة السيسلم دوت اوت دوت برنت اللي ان. على سبيل المثال اسو يو تي. عايز اشوف نمبر واحد ده بيسوي كام. فبكتب الاسم بتاعه على طول وبالتالي لو عملت ران البرنامج. ادي القيمة تلاتين بتاعته. خليني علشان تكون زارة بالنسبة لك. اعدل بس اخليها وبعد كده اعمل اعادة تشغيل من تاني. ادي القيمة تلاتين. طيب ينفع اعمل عمليات حسابية اللي اه ينفع تعمل عمليات حسابية. كل اللي انت بتعمله نمبر واحد مثلا زائد اه الهاورز على سبيل المثال. بما انها هي المتعرفة عندي. فبالتالي انا لو عملت فمتوقع انه هو يظهر لي هنا مكان التلاتين. التلاتين زائد الاربعة وعشرين الاربعة وخمسين. فالاصدارات الحديثة من الجافا. ظهر كلمة فار. كلمة فار وهي ان انا بستثني اي نوع انا مش عارف. الداتا طيب بتاعه ايه? فبالتالي بكتب الفار والكمبيلر بيتعرف عليه بشكل اوتوماتيك. طيب فار مسا على سبيل المثال. وممكن اسند له القيمة بتاعه. ففار هنا حاجة جديدة في لغة جافا تم اصدارها في الاصدارات الحديثة. بالتالي بشكل اوتوماتيك في الكمبيلر بيتعرف على نوع الداتا طيب بتاعة القيمة اللي متخزينة في الفاريابول. كمان ملاحظة اخيرة في المتغيرات وبكده نكون افلنا درس المتغيرات. ينفع ان انا انشئ متغير جديد. انت مسلا. بيساوي واسند له تلاتين زائد اربعين. كنوع من الارثماتيك اللي هي الاد او العمليات الحسابية تلاتين زائد الاربعين. وبالتالي ينفع استبدال التلاتين والاربعين بمتغيرات هي كمان. يعني ممكن اخذ نمبر واحد ده. واخليه مكان التلاتين. كنترول في. واشوف الصم بقت كنتو كام. لو جيت عملت run. فبالتالي متوقع ان النتيجة هتجيلي سبعين. كمان ممكن استبدال الاربعين بمتغير تاني وهكزا. وده اللي ان شاء الله هنشرحه في الدرس اللي جاي. بجده نكون غطينا جزء ال data types والمتغيرات. وان شاء الله هنبدأ نشرح العمليات اللي بيتم عملها في البرنامج بتاعي.